إنها السعادة بعينها أن نتوج اليوم بتاج العز والافتخار بعد الجد والاجتهاد لنيلي أعلى المراتب والدرجات في مضمار تحصيل العلم والمعرفة دون ملل أو كلل لقد عقدنا العزم على أن نواصل هذا التألق بوسام التفوق وشرف تكريم جمعية النويرات الخيرية لتقرع عيون أمهاتنا التي انتظرنا طويلا هذه اللحظات الذهبية بعد عناء ونرفع رؤوس آبائنا الذين تفانوا في خدمتنا ونقف وقفة إجلال لكل معلم تحمل عبادة الرسالة السامية من أجلكم تفوقنا ومن أجلنا تجمعتم محتفلين في تكريم جمعية النويرات الخيرية الذي لا ينسى فشكرا ولا يوفي الشكر لمن أعطاه أفضل 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 الآن لنقل لنقل لسوء السبب العظم ممتع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر